في عالم الهواتف الذكية الرائدة تشتد المنافسة يوما بعد يوم وكل شركة تطلق هاتفها الرائدة تكون المنافسة الشريسة جدا ويصعب الاختيار لذلك سنجد اثنان من ابرز الاصدارات في عام 2023 وهما الجوجل بيكسل 8 برو وهاتف الفيفو اكس 100 برو ويتميز كلا الهاتفين باحدث التقنيات والمواصفات الرائعة والميزات الفريدة التي تميزها في سوق الهواتف الذكية ايضا سنقوم في هذا الفيديو بعمل مقارنة بينهما ليكون لديك فهم واضح لهذه الهاتفين ولكن قبل ذلك دعمنا بلايك للفيديو تحفيزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء التقنية مباشرة نبدأ بالتصميم يتميز كلا الهاتفين الجوجل بيكسل 8 برو والفيفو اكس 100 برو بلغة تصميم متميزة وسنجد انهما يختلفان بشكل كبير من ناحية التصميم وكل هاتف لديه لغة تصميم خاصة به فهاتف البيكسل 8 برو يأتي بوزن 1213 جرام مع سمك 8.8 مليمتر مما يوفر ملمسا قويا وانيقا ومن ناحية اخرى يعتبر الفيفو اكس 100 برو اكبر واثقل قليلا بوزن 221 جرام مع سمك 8.9 مليمتر وهذا يمنحه احساسا كبيرا في اليد مع جودة بناء قوية ويتميز كلا الهاتفين بشهادة الابي 68 مما يضمن انهما مقاومان للماء والغبار لذلك فأي تصميم تختار او اعجبك هاتف البيكسل او هاتف الفيفو ايضا تعود الشاشة عنصرا مهما في اي هاتف ذكي في العالم لذلك كلا الشاشتين لهاتفي البيكسل 8 برو والفيفو اكس 100 برو ممتازتين حيث يتميز هاتف البيكسل 8 برو بشاشة اولد مقاس 6.7 انش بدقة 1344 في 292 بيكسل مما يوفر الوان نابضة بالحياة والوان سوداء عميقة وهذا ما تمتاز به شاشات الالد ايضا يأتي هاتف الفيفو اكس 100 برو بشاشة امولد اكبر قليلا بحجم 6.78 انش ولكن بدقة الفول اشتي بلاس مع دقة عرض 1260 في 1200 بيكسل لذلك توفر كلا الشاشتين تجربة مشاهدة غامرة سواء كنت تشاهد مقاطع الفيديو او تلعب الالعاب او تتصفح الوفي كلاهما يمتازان بشاشة متميزة ولكن دقة هاتف البيكسل 8 برو هي اعلى من دقة الفيفو اكس 100 برو وبالنسبة للآداء فهاتف الجوجل بيكسل 8 برو يأتي بمعالج الجوجل تيسر جي 3 وهو معالج ثماني نواة يعمل بسرعة 3 جيجا هرتز تم تصمين هذا المعالج خصيصا لتحسين آداء برامج جوجل وقدرات الذكاء الاصطناعي واما هاتف الفيفو اكس 100 برو فيأتي بمعالج قوي وهو دامين سيتي 9300 وهو معالج ثماني نواة يعمل بسرعة 3.25 جيجا هرتز والمعروب بكفاءته وقوته ايضا يوفر كل الهاتفين تكوينات مختلفة للذاكرة والتخزين حيث يوفر هاتف البيكسل 8 برو ما يصل 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرا بايت من التخزين بينما هاتف الفيفو اكس 100 برو يأتي بخيارات مماثلة ايضا يعمل كل الهاتفين بنظام الاندريد 14 ولكن بتخصيصات مختلفة ووجهات مختلفة فهاتف البيكسل 8 برو مزود بأحدث إصدار من برامج الجوجل الخاصة بها مما يوفر واجهة نظيفة وسهلة استخدام وتحديثات منتظمة مباشرة من شركة جوجل ويتميز الفيفو اكس 100 برو بنظام واجهة الفانتش او اس وهي واجهة خاصة بشركة فيفو مع النظام الاندريد والتي توفر مجموعة من الميزات الإضافية وخيارات التخصيص ايضا يوفر كل الهاتفين اتصال الفيف جي ودعم بطاقة السيم المزدوجة وخيارات الاسيم ويتضمن الجوجل بيكسل 8 برو ميزات إضافية مثل الشحن اللاسلك العكسي ايضا يدعم الفيفو اكس 100 برو الشحن العكسي صراحة من ناحية الاداء يتفوق هاتف الفيفو بشكل كبير ولا يوجد مقارنة صراحة بمعالج فمعالج عفونا ديمان سيتي 9300 يكتسح بشكل كبير معالج الجوجل تنسر جي 3 من ناحية الاداء لذلك إذا كنت من محبي الألعاب فهاتف الفيفو اكس 100 برو هو الاختيار الأول والمناسب وبالنسبة للبطارية فتم تجهيز بيكسل 8 برو ببطارية بحجم 5050 ميلي أمبير تدعم شحن السريع بقوة 30 نوات والشحن اللاسلك السريع بقوة 23 نوات وأما هاتف الفيفو اكس 100 برو لديه بطارية أكبر بحجم 5400 ميلي أمبير مع شحن السريع بقوة 100 وات وشحن اللاسلك السريع بقوة 5 نوات وهذا يمنح هاتف الفيفو اكس 100 برو ميزة من حيث طول عمر البطارية وسرعة الشحن أيضا يتميز هاتف الفيفو اكس 100 برو بنظام كاميرا ثلاثي مزود بمستشعرات بدقة 50 ميجابيكسل و48 ميجابيكسل والآخرة بدقة 48 ميجابيكسل مما يوفر تنوع في التصوير الفوتوغرافي وأما الكاميرا السيلفي فتاة بدقة 10.5 ميجابيكسل قادرة على التقاط صور سيلفي عالية الجودة وأما هاتف الفيفو اكس 100 برو في تميز أيضا بإعداد كاميرا ثلاثية جميعها تأتي بمستشعرات بدقة 50 ميجابيكسل مصممة أيضا لتقديم جودة صور استثنائية في ظروف الإضاءة المختلفة كما أن كاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل صراحة كلا الهاتفين يقدمان كاميرات احترافية من المستوى الأول وصعب الاختيار بينهما وتبقى تفاصيل صغيرة تحدد من هو الأفضل وأخيرا سعر الهاتفين فهاتف البكسل 8 برو يبدأ بسعر 300 دولار وهاتف الفيفو اكس 100 برو يبدأ بسعر 700 دولار أيضا كل الهاتفين لديهم مقاط قوة خاصة بهما حيث يتميز هاتف البكسل 8 برو من شركة جوجل بتكامل البرامج وإمكانيات الكاميرا وتجربة المستخدم الشاملة يعني من ناحية الصفت وير والتحديثات الطويلة فهو مميز ومن ناحية أخرى يتفوق الفيفو اكس 100 برو في عمر البطارية وسرعة الشحل وحجم شاشة أكبر مع معالج قوي وقوي شدا ويعتمد الاختيار بين هذين الهاتفين على التفضيلات والأوليات الفردية سواء كان ذلك يتعلق بتجربة الصفت وير أو جهة الكاميرا أو أداء البطارية أو من ناحية المعالج والألعاب وفي الأخير ماذا تختار هاتف البكسل 8 برو أو هاتف الفيفو اكس 100 برو رجاء نشارك ونراكم في التعليقات ضمتم في رعاة الله وحفظة ترجمة نانسي قنقر